وصفة جديدة خبز الهومبورجر والبيجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا محمد ميمي شاتي الزوج عجينة واحدة لكن كنجي من طيبهم نخلي لكم جميع المقادير في صندوق الوصف بالفرنسية لازمنا فارينة زوج عظمات عظمة جوندوف حليب زيت ماء دافي ملح وخميرة ومغرفة عسل ومغرفة عخل نبدأ في الوصفة نضع الحليب الدافي نضع الزيت نضع المغرفة العسل تضع مغرفة السكر كبيرة نضع مغرفة كبيرة نضع 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 مغرفة نضع نضع من نضع 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 مغرفة نضع 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 من 45 إلى ساعة في الجوتة الكوزينة الدافي ونقاوها دوبلات لعاد عندك البرد اضعها في بلاسة تكون دافية كي تطلع العجينة ونسوحها بها دوبلات نضع ونهبطها كما راهي نحلها على شكل مربع ونطبقها على ثلاثة ومن بعد على ثلاثة نضع ونضع 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 بالماء ونضع ونضع السيريطة ونرى نضع نضع ونضع ونضع نضع نحلها نطبقها على ثلاثة ونبدأ نجيب الميزة نتاعي ونقوم بولات بولات هذوك أحبتهم كبار أربي سهل عليك أحبتهم صغار نقصي يعني هي حسن ما بين 120 و 130 قرام فقط 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 لديها نقوم باقي نحن دعوني نتحدث ونحن نقوم بولات يجب أن نقوم بولات ونقوم بخلق 15 دقيقة نعمل حجم كلنا عنهم نعمل حجم من ملسان لعاء نجمعهم لعاء نسبت الملسان نعمل حجم تفق العمل من الشركة نعمل حجم نشخف ملسان نحن نصف والطريقة الأولى لن نقوم بأننا لا أكد الأن نعمل نعاود ونقرسوهم على شكل بولت ونضعهم في البلاتو هالكمية هذه العجنة جابت لي 6 لهومبورغر وحداني خلفتها بس هنبعد نضعها نغطيهم ونخليهم يطلعوا نص ساعة نضع بعض الهام ونضع بعض الهام نضع بعض الهام ندره بعض الهام سوف نقوم بتجلانية الفور سخن على 190 درجة للفور سخون و 200 درجة للفور سخون نطيبوهم من مدة 18 الى 20 دقيق نخرجوهم شوفوا كيفه صوفر لم يحمرين بزاف نغطيوهم نضيف الزبدة نضيف الزبدة و نبادجوهم نطيبوهم من الفور بالزبدة و هم سخونين نضيفهم لا تنضيفهم لانه لا تنضيف الزبدة نضيف المضيف نضيفهم ادخل عجينة نفس من المقاطر و نفس المراحل ندير بولات ميزان 150 كل بولات فيها 150 قرام وعندما تتحبتها الكبيرة وعندي هادو سدي ميني مول فيهم القطر انتحم 12 سنتيمتر 12 سنتيمتر نحيت لهم لفون ويتنحاو نحيت لهم لفون وحطيت هادوك لبول وخليتهم يطلعوا بعد ما طلعوا ثلاثين دقيقة نفس العملية جبت لصافر البيض وشوية تحليب ودهنتهم من الفوك شب كيفية تنفخوا وعمروا هاداك البمول هاداك تنفخوا هي اللي نحطون في هاداك البمول هادو بشكي يطيبو يطلعوا الفوك يسمى البيج ماك يجي عالي على الهومبورجر لأنه يحطوا فيه دو فيوند اشي دو فيوند اشي رقاك مع مع لغانيتور السلاطة وطماطم وهادي وهادي يسمى يجي كبير دوبل تشيز دوبل فوماج دوبل كلج نخليهم يطلعوا ندرنا صافر البيض نحطهم يطيبو على مية وتسعين إذا كان الفورتاعك كاسخون وعلى ميتين إذا كان الفورتاعك مش سخون وتحطهم عشرين إلى خمسة عشرين دقيقة نفس الشي نجبدوهم وما سخونين ندهنوهم بشوية زبدة ونخليهم يركحوا شوية نحلو هادوك الليمول نتعنا نحلوهم وما زالوا سخونين اني قادر نتعافر مي ماليش شوفو دقيق النعتهم لكم شوفو دقيق النعتهم لكم شوفو دقيق النعتهم لكم شوفو دقيق النعتهم لكم كثير طايبين مرتحت ونحن بتغلفيه بالبابيس الفوريزي فقط دقيق النعتهم لكم نشوفو الخبز نتعنا عاو الحبز هونبورجر و الحبز بيج ماغ شوفوا ما عندي ما نقولكم حتى خفيف وشيش كلش كلش شوفو كيفي انتعبره وشيح من هذيك الزبدة ويقعد يبرغ يمتزع على بيدك يوزي لبلاسو ما شاء الله هذه اللاغوستات التعليوم هذا كيف عمرتو أنا وتمكل واحدة تعمرو كما تحب هذه اللاغوستات التعليوم أنا أقول لكم ما تنساوش تضغطو على الجرس وتكومنتي وتلايكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته